في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل نحن نتكلم عن القادرون باختلاف أو داوي الهمم والحقيقة وإحنا بنتكلم من مصر لازم نعود بالذاكرة لسنوات طويلة سنوات قفزت فيها مصر قفزات كثيرة جدا مشروعات بنية تحتية مشروعات عملاقة طرق القفز في الريف المصري بإن إحنا بنقدم المسندة والمساعدة لأهالينا في حياة كريمة لكن من أهم الحاجات كمان هو بنى الإنسان وإنك تساعد الإنسان خاصة لو كانوا قادرون باختلاف أو داوي الهمم لقائي الآن مع دكتورة أمل مبادة رئيس الاتحاد الرياضي للإعقاد الذهنية مساء الخير أنا دايماً ببقى سعيدة لما بقابل أنا ليه الشرف فوجودك النهاردة كمان أنا عارفة أنت بتبزيري مجهودة قد إيه فخلينا كده مش عارفة أبدأ منين يعني خليني نبدأ بالجديد وبعدين نرجع للتاريخ طيب الجديد إحنا الحمد لله أنا من كم يعني قريب حصلت على عضوية اللجنة الكوالنفية فخورة قوي بالبدأ لأنه قادرون باختلاف خليتني أشتغل مع جميع الأشخاص داوي الرياضي فقمش بس الزهني فقمت دايماً علاقتي بتنتهي بعد قادرون باختلافه وأرجع بقى أشوفهم تاني وإحنا بنحضر فوجودي في اللجنة الكوالنفية لأ أنا بقى طول الوقت مع داوي الإعاقات المختلفة دا نمر واحد لسه إحنا بنحضر لبطولات السنة كلها إن شاء الله بنعمل أجندة حلوة قوي لقادرون أربعة اللي فخامت الرئيس إدى النور الأخضر إنه السنة دي تبقى إقليمي وممكن نعملها دولي بس أنا عشان يعني بفكر أن هي تبقى إقليمي الأول ونبتدي بالعراق والأردن وفلسطين وبعدين إحنا بيطل الكل كده معاكم رسمي بالضبط ونبتدي بقى بعد كده نكمل إن شاء الله يمكن السنة الجاية نقدر نعملها دولي دكتورة أمل خليني أسألك الألعاب البرالبية بنبقى مبهورين بالشباب أولا بيحققوا كمان ميديليات أكتر حتى من الأسوياء يعني عندهم من القدرة والصمود طول الوقت التأهيل بيحصل إزاي يعني تاخد وقت قد إيه المعسكرات بسي التأهيل بيبقى في الأندية أو في الهيئات أو مراكز الشباب إحنا دورنا كاتحاد أو لجنة باراليمبية إن إحنا بنختار نتيجة البطولات اللي بنعملها جمهورية أو كده بنختار منتخب زي أي منتخب لغير المعاقين فدول اللي إحنا بقى بنستثمر فيهم بيعملهم معسكرات بس دايما القادرون باختلاف هتلاقيهم زي ما حدرتك قلت بيحققوا نتائج ونتائج مبهرة هم شايفين إن ده مجال يقدروا يقولوا إحنا موجودين فيه ربنا دايما ميدي لكل حد فينا قدرات مختلفة حضرتك متميزة كإعلامية هو متميز ربنا ادي له قدرته وموهبته في الرياضة في جسمه في استخدامها حتى لو هو على كرسي فلما أنت النهاردة تلاقي بطل من دول لازم تنوري عليه ولازم أبتدي أهتمي به فالحمد لله إحنا مع اللجنة الباليمبية أتمنى إنه عندنا عشرين وعشرين باريس وعندنا مع الاتحاد الإعاقة الزينية عشرين وعشرين وعشرين هي بالصدفة باريس برضو أتمنى إن إحنا نجيب مداليات أكتر لمصر عن السنين اللي فاتت يا رب إن شاء الله طيب أنا عايزة انتقل لصف الشباب دول والأطفال والأبناء دول الكم سنة اللي فاتوا دول فيه كده قفزات حصلت والمجتمع نفسه انتبه وبدأ يشعر بوجودهم أكتر ويتفاعل أكتر هل توصل لهم؟ جدا جدا بس حاجة تقولي قفزات وهي أنا عجباني قوي الكلمة وصل لهم جدا لو أقول لحاجاتك أن أنا أهالي مثقفين على درجة عالية من المستوى الاجتماعي والمادي أنا كنت بتكسف أخرج مع بنتي كنت بتكسف أخرج مع ابني أنا دلوقتي بأخرج معي وبألاقي الناس توقفوا في المول أو في الشارع أو كده تقوله إيه دا خلي بالك مثلا كمان داون سندرو بشبه بعض طبعا فممكن ما يبقاش حد من الشيك بتقوله مش أنت اللي كنت ويقفوا ويتصوروا معهم بقوا نجوم بقوا نجوم ده حقيقي تقلبي أي قناة حتلاقيهم موجودين مصرحيات في الأفلام بها زمان في الأفلام اختلفت فلا قفزات الأهالي حاسين أن الدنيا بتتغير معهم وأنه بيتم تحيتهم آخر مرة سنة دي فخامة الرئيس بعد السلام الجمهوري دا ما بيحصلش فخامة الرئيس بيانصرف لا هو وقف معهم ويقال لهم كلمة قال لهم أنتوا صعبان يعني حاجة أنتوا تعبين كل التعب دا إيه المشكلة ما أخد قديكم عشر دقايق يعني شوفيني دا كتير فهو دايما ما قدرهم دايما ما طب طب عليهم فالعناية والرعاية والاهتمام جاية من رأس الدولة أيوة ففرقة هي فرقة في المجتمع وفرقة مع الناس طيب أنا عايزة أروح للدراما يعني الدراما كمان دايما بتقدر توصل حاجات كتير قوي للناس برضو في الكم سنة دول بدأنا نشوفهم بيعملوا أدوار ويبقوا موجودين ويبقوا جوة المجتمع هل شايفة ان دا حل من الحلول كمان ان احنا يعني نتقدم أكتر ونقرب لمشكلاتهم أكتر بالزبط دايما الشعب المصري ويمكن هو دا كان فكرة قدرون باختلاف أنا النهار دا لو دعيت مصر كلها عشان يجوا يتفرجوا على رياضة لكن قدرون باختلاف لما دخل الفن مع الرياضة مع الابطال مع كده ابتدت الناس تمثلون بشكل تاني فان احنا نعرض المشاكل اللي هما بيتعرضوا لها من خلال فيلم أو سينما أو مسلسل أو كده اكيد دا بيأثر في وجداننا جدا احنا شعب متزوق للفن بدرجة عالية جدا الحاجة التانية انا استنادي مثلا في فيلم نازل أحمد عيز اسمه أنا وأخوي أخوه داون سندروم حد من ولادي مصبوط مصبوط واتعمله تيست زيه هتقول لي أربعة خمسة واتعملهم كلهم تيست والأمهات حتى اللي لما تمش اختيار ولاده كانوا فرحانين قوي انه هما حد من اخوتهم حيث اللي هو ممثل كأنه ممثل عنهم بالزبط هما موجودين دولة المصرحية اللي اتعاملت برعاية وزارة التضامن الكنز اللي عملها فنان أشرف عبدالباق وجودهم فهما دلوقتي لا حاسين ان لهم دور حاسين انه لا فالفن وسيلة سريعة ورائعة وعن طريقها تقداري تعريضي كل حاجة بالشياكة وبرقي مهما بدلنا نقول في محاضرات وكده ما زي ما نشوف عشان كده احنا كلنا هتلاقينا في وجدانك وكده انت متأثرة بشخصيات فضل وزي ما انا كده قلتلك مثلا رفيع بي صحيح طبعا يفي عبيدة لا يونسى اصلا بالزبط كده ارحم طيب عايزة ارجع معاكي وقولك كل مؤتمر بيبقى له توصيات ولكن توصيات دي بتبقى مهمة يعني حاجة زي قدرون باختلافة او اي حاجة بتقدموها بتبقى بتشتغلوا عليها الطول الوقت قوليدي ايه الحاجات اللي حنبدأ نشوفها هتبقى متغيرة بالنسبة لنا لا هي حاجات كثيرة خدناها زي مادة احترامي الاخر اللي ابتدت من ثلثة ابتدائي اتمنى ان المادة تبتدي من الحضانة احنا عارفين كلنا ان الطفل بيتكون عمره في خمس سنين الاولين صحيح التنمر وتم تغليزه استنادي وتحطت فيه مادة للاشخاص ده والاعاقة لسه طلباتنا كتير المساواة مادية ولا معنوية يعني في المادليات مادية 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 لانه الاول كان هو يجيب مادالية اولمبية ده ياخد مثلا مكافأة رقم اكس والتاني ياخد اكس اه فتدي من ضمن الحاجات اللي برضو بيشتغل عنه اتعملت خلاص اه اتعملت فتدي برضو مهمة جدا اه اتعملت وكان دائما بيقى برضو احساس تمانا روحت واتمرنت ولعبت وخدت مادالية قلبية ورفعت عالم بلدي اه ايه الفرق لا وانا انا متحدى الزمن وبتحدى الاعانقة يعني بالضبط فايه الفرق فدي من الحاجات لا الحمد لله انا اتعملت لا طبعا المتحف المصري دلوقتي او كل المتاح في مصري فيه ازاي الكفيف في يقرأ الكود الاتاحة متطبق في حاجة كتير بس لسه عايزين كتير كلميني عن الولاد والمدارس لانه كان فيه فترة كان فيه فكرة الدمج وفكرة ما فيش الدمج ومدارس تعترض ومدارس توافق اعتقد ان احنا برضو عدينا حاجة كويسة جدا في المدارس بصي برضو هقولك انه بيعتمد على الشخص هل الشخص اللي بيحكم المدرسة دي او موجود فيها او الناظر او واتفة عنده الرؤية دي ولا لا للأسف لسه فيه ولاد كتيرة بيكلموني ما تقبلوش وفيه ولاد بيتقبلوا طب هل الدمج بيتم تطبيقه حقيقي امتى حيبقى حقيقي لما ابتدي من الحضان لما ابتدي في الحضانات الاقي ان انا ابني قاعد جنبه حد داون سندروم ولا ايه اوتزم ولا ايه متقبل لان انا لو ابتديت معا من ده الموضوع هيختلف طيب بما انك اسمع الليا انا حقدك اروح لمحافظاتنا في الريف مصر عندها مشروع عظيم والمشروع بدأ حياة كريمة في الحياة الكريمة فيه اطفال ده ويهم مقدرون باختلاف وممكن يكون صوتهم ما بيوصلش المحافظات الكبيرة ولا بيوصل الاتحاد الرياضي ولا بيوصل للشاشات هل هيبقى فيه رحلة بحث عن الولاد دول ان شاء الله احنا بدين الخطة بنعتمدها مبارح كمجلس ادارة هيبقى موجودين في جميع محافظات مصر وده اللي انا وعدت به في احتفالية قدرون السنة دي انه هنروح نشوف كل قرية اللي نقدر عليه هنبتدي كمان من قرية حياة كريمة نطلع الولاد بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة ناخد مركز شباب هنضرب الاول المدربين ودي المشكلة الرئيسية المدرب اللي بيتعامل مع صحي المدرب لازم هو متدرب اصلا بالزبط المدرس 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 المتطوع اي حد الدكتور احنا محتاجين كل حد بيتعامل معهم يبقى عنده كيفية التعامل معهم وده مهمة قوي ماصر دايما يعني بتقدم كده منارة وبتقدم استنارة في نفس الوقت وعايد قرية حد قال لي قرية قال لي انا عندي ولاية في السعيد اللي بيجيبوا ارقام يعني احنا ارقامنا كالتحاد دولي بتنزل على الويب سايد فقال لي الارقام اللي الولاد في السعيد اللي ما تدربوش ارقامهم اكتر من اللي بيتدربوا سابدال يعني ممكن نشوف اولاد ونشوف قدرون باختلاف فعلا ويعملوا فعلا شيء مبهر يعني انا اتوقع ده جدا ان شاء الله اخر سؤال الدستور المصري يميتي خمسة في المية لذوي الاعاقة او قدرون باختلاف عشان يبقى موجود في المجتمع في كل المؤسسات والوزارات هل ده بقى متحقق بالنسبة له يعني هو النهاردة رياضي وطفل وشاب بس يبقى عارف ان هو هيشتغل في مجتمعه والقانون بيحميه والدستور هل ده وصل له مبادئ ترجمته اه بعد قدرون باختلاف السنة دي اول مرة عارفوا الاخبار اللي بتنزل تسمو اشريت الاخبار اه طبع في محافظة كده تم تعيين القوى العاملة اعلنت تم تعيين تلتمية كده وخمسين من القوى من القادرون باختلاف انا بقى اعدى اللي هو يانحى ربيض ايه الجمال ده يعني ان هما كمان بقى مذكورين وبقى بيتقال كده ضايل المهم بقى هل بيشتغلوا هل بيشتغلوا شغل حقيقي مو كل اليهم شغل حقيقي ولا انا بس جايبوا عشان ابقى اسمي هو ده اللي اتمنى انه يبقى موجود بقى اه انه هو يبقى موجود بوظيفة حقيقية بالزبط ده مهم قوي وخصوصا يعني حريك شفتي قدراتهم بتبقى عاملة ازاي في تدريب قصير قوي قبل حفلة فده معنى النهاردة لما انا اجي ادربه على وظيفة اكيد حينتك فيها اتمنى انه زي ما بنلاقي النهاردة تلتمية كذا واربعين لا انا اتمنى بقى تلتمية وتلتمية مش خمسة في المية ايه بالزبط احنا مهمة الخمسة في المية بس كل واحد قادر انه ما هي خدي بالك يا النسبة لان انت مش المجتمع كله كده هي نسبة اه كتير بس هي برضو نسبة لانه بس احنا خمستاش اه يعني لو قلنا مئة مليون الاحصائية بتقول من 12 لخمستاش فخمسة تمام بس يا رب تكمل الخمسة وتكمل بشغل بوظيفة حقيقة وطول ما احنا مع الرايس انا اعرف ان احنا هنوصل لخمسة عشرين اكيد ان شاء الله المجتمع هيفضل دايما يتحسن بمجهود ولاده مجهود انت بتبذليه طول الوقت والاهالي والاهالي الاهالي دول تحية خاصة خليها نحيي كل الاهالي في مصر والاردن والعراق وفلسطين وبلدنا العربية اللي بيبذروا مجهود حقيقة اللي بقى هو عائق ليهم وليلي يعني فتحول بقى النهاردة لنجم بطل عالم بطل رياضي موجود في كل حتة فهي الحقيقة هم دايما الابطال حقيقة احنا بنكمل بس المشوى اللي وراه اكيد دكتورة امل مبادة رئيس الجهاز الرياضي وطبعا اتحاد الرياضي للأعاقات الذهنية انا بتصور منك ان شاء الله في انتظار ان احنا نشوف قفزة جديدة وتكوني بتلف فيها المحافظات بحياة كريمة وتبهرونا دايما كل التوفيق وارجون انت يعني ترسلي كل يعني سلامنا وحبنا وطاقتنا الإجابية اللي بناخدها اللي قادرون باختلاف بكل دولنا العربية وكل زملائي اللي تبيت لكم انا معاكم اتمنى واتشرف جدا وانا لو هم بيشوفوني في مصر وفي كل بلد مع امل دكتورة امل مبادة انا بسلم عليهم من قلبي طول الوقت شكرا جزيلا ان نورتنا في بيت للكل وتعالوا الان فاصل ثم نواصل معكم حلقة الليلة من بيت للكل موسيقى موسيقى موسيقى